ان اصابات الملاعب هي الاصابة التي تحدث للمفاصل او العضلات او لاربطة اللاعب اللي يؤدي نشاط رياضي منتظم وعادة بتحدث نتيجة ظروف كتيرة ان جزء من هذه العضلات او الاربطة او المفاصل تتأثر بمقاومة عنيفة او قوة شديدة في الاداء تؤدي الى اصابة وهذه الاصابة تحتاج لعلاج واول خطوات العلاج اللي لازم اي رياضي يعرفها هو استعماله للتلج واستعمال التلج يمثل احد اهم ركائز العلاج اللي بتؤدي الى سرعة التام استعمال اللاعب المصاب للتلج يكون فورا بعد الاصابة ويمتد لمدة حوالي عشر دقائق في اول مرة وبعد كده يمكن انه يكرر انا بتكلم طبعا الاصابة ايا كان مكانها يمكن يكرر استعمال التلج ده لمدة من ثلاثة الى خمس دقائق كل ساعة او اقل من كده او اكتر من كده بحيث انه هو ينتج عن ده ان اولا يقلل كمية الدم المسكوب في المكان المصاب ثانيا يقلل التورم ثالثا يقلل الالم ورابعا يسرع عملية الاستشفاء اصابات الملاعب ليست مقصورة بس على اللاعبين اللي بيعملوا نشاط رياضي احنا بنشوف اصابات كتيرة جدا مماثلة لاصابات الملاعب في الناس العاديين خصوصا سيدات المنازل اللي هما بيعملوا بعض النشاطات اللي يضطروا يستعملوا فيها اديهم كتير يوم يحصل اصابة او يضطروا ان هما يتحركوا كتير يحصل جزع في مفصل الانكل هي مشابهة جدا لاصابات الملاعب ولما بنجي نعالجها عادة بنعالجها بنفس اسلوب علاج اصابات الملاعب وفي علاجنا لاصابات الملاعب لازم نعرف ان عالميا وعلميا انتهى فكري اللي نسميها الباسف ريست اللي هي الراحة السلبية استريح يابني والدنيا هتخفه وتبقى كويس ما بقاش في حاجة اسمها كده وخصوصا في اللاعبين يعني طبعا الكلام ده ممكن تطبيقه بصورة اقل شوية للناس الغير رياضيين لكن في اللاعبين لا يصلوا حاجة اهم حاجة ان انا افهم ان اي اصابة ان كانت طالما لا تحتاج لجراحة ولا تحتاج لدخول مستشفى يمكن علاجها مع بعض التمرينات التي لا تؤثرها الاصابة نفسها لكن تحافظ على قوة الجسم والياقة البدنية وحتى الدورة الدموية الطبيعية لللاعب وده بيصرع الالتقام فيه اشكال كبير قوي دايما بنغلط فيه ان احنا نتخيل ان احنا لما نريح اللاعب وتبتدي الاعراض تختفي ان هو خف فبيرجع تاني يلعب تجيله الاصابة مرة اخرى لكن لو كنا بنعمل علاج بنسميه اكتف ريست يعني علاج مع الراحة الجزئية للمكان المصاب لكن تشغيل بقية اجزاء الجسم ينتج عن كده ان هو يتدرج في العودة للملعب وده بيحميه من انه يحصل له تكرار للاصابة اشتركوا في القناة